اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لامارة دبي قانونا بانشاء مؤسسة دبي الصحية الاكاديمية باعتبارها منظومة صحية اكاديمية كما اصدر سموه قانونا بتعديل بعض احكام القانون بشأن هيئة الصحة في دبي ووفقا للقانون تختص المؤسسة بعدد من الاختصاصات من بينها تطوير استراتيجياتها وتنفيذها بما تتوافق مع استراتيجية القطاع الصحي في دبي وادارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الحكومية والتي تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية ومراكز الرعاية التخصصية ومراكز اللياقة الطبية والصحة العامة والصحة المهنية سواء بصفة مباشرة او من خلال التعاقد مع الغير كما تختص المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية وخدمات فحص الهيقة الطبية وفحص الصحة المهنية في كافة انحاء الامارة ونص القانون على انه اعتبارا من بدء العمل به من تأشير من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تضم الى المؤسسة الجهات التالية مؤسسة دبي للرعاية الصحية بالهيئة والمستشفيات والوحدات التنمية التابعة لها بالاضافة الى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومستشفى دبي للأسنان ومؤسسة الجليلة لدعم التعليم والابحاث في المجالات الطبية ومستشفى الجليلة التخصصي للاطفال واي جهة اخرى يتقرر ضمها الى المؤسسة بموجب تشريع يصدره صاحب السمو حاكم دبي اشتركوا في القناة